كم من بعيدون عن الأضواء مكتفون بأضواء قلوبهم واثقون من خطاهم كذاك الطائر في طريقه إلى أعالي الجبال ليصطاد سمكة تلامس سطح المحيط لا يضره اتجاه الرياح إنهم يعيشون حولنا وكأنهم في كوكب قد لا يرتقيه البعض كوكبا حسنا للعيش فيه كوكب يحوي أسرارا لا يعلمها إلا هم الأحلام عليه بسيطة والآمال صالحات والأرض مساجد والهوية طهارة ونقاء أنهاره دموع من خشية الله والعمل فيه مهمة مقدسة الاستغفار أنشودته والتسبيح تم تماته والرضى أسمى معين الفرحة على أرضه فهؤلاء عباد مجهولون في الأرض معروفون في السماء اسمه الحقيقي محمد حسن محمد المتبولي من مواليد جمهورية مصر العربية 1950 ميلاديا رجل صخر نفسه للدعوة إلى الله ألف العديد من الكتب الدينية وله باع طويل في مجال الدعوة الإسلامية قدم خلالها العديد من الدورات ومن أهم إنجازاته على مستوى العالم الإسلامي أجمع الدورة الكاملة في شرح منهج نور البيان لإحياء الكرآن الكريم إنه لقول فصل إنه لقول فصل نور البيان وقد وثقنا الله لجمع كتاب نور البيان معلم القراءة بالقرآن في منهجه يقوم على معرفة الحروف ثم الحركات مع الحروف ثم معرفة الحروف بالمدود والتنوين والسكون ثم التشديد مع الحركات ثم التشديد مع التنوين ثم معرفة الله من قمرية والشمسية وهكذا في تضرج علمي مع ضرم أمثلة فهو صاحب مؤلف نور البيان الذي لا تخلو منه دار تعليم أو حضانة أطفال على مستوى العالم الإسلامي الشيخ طارق السعيد حافظ لكتاب الله بالقراءات العشر ولقد سخر حياته لتعليم الكرآن الكريم كتيب نور البيان هو كتيب صغير يحتوي على مئة صفحة تقريباً في تعليم الكراءة العربية والقرآن الكريم بالتجويد ويشتمل الكتيب أيضاً على بعض الآدابة التربوية الإسلامية فهو كتيب لا تخلو منه حضانة ولا مكتبة ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي كله كتيب انتشر حول العالم العربي بل العالم الإسلامي كله انشأت لتدرسه العديد من معاهد ومراكز ودور الحضانات ودورات عديدة لا يمكن حصرها كتيب كان من الممكن من ورائه يصير الشيخ طارق السعيد من أحد مليار ديرات العالم كان ممكن أن يجمع من ورائه ملايين الملايين ويخدو من أصحاب الكسور الشاهقة الصارخة الثراء في الدنيا ولكنه اختار كسور الآخرة تاركاً لأصحاب الدنيا كسورها الفانية ومن المؤسف أن العلم الإسلامي يشهد اليوم على وفاة الشيخ الجليل رحمة الله عليه فرحمة الله عليه لم يكتسب من وراء الكتيب ولكنه وهبه لله ولخدمة العالم الإسلامي ولقد ربح البيع بإذن الله وإنها لنعمة التجارة الرابحة التجارة مع الله فالكتيب يباع بأسعار رمزية تكاد تكون بالمجان فسعره يتراوح من بين ثلاثة إلى سبعة جنيهات ولقد ساهم في دعمه أفراد ومؤسسات جعلت الكتاب يباع بأقل من سعر تكلفته بمراحل كتيب عجيب يصل بطفل يبلغ عمره من ثلاثة إلى أربع سنوات إلى متقن للتجويد العملي فضلا على الكراءة بطلاقة وأيضا من العمليات الحسابية وغيرها من عادات طربوية إسلامية تساعد على نشأة مسلم صغير جميل وكان رحمة الله عليه رجل زكيا ذا نظرة مستقبلية واسعة حيث رأى أن مستقبل الأمة الإسلامية في صغارها فقال والحمد لله رب العالمين هو المقصد من هذا العمل هو إحياء القرآن في الأمة حتى يصبح منهج حياة بداية من أطفال المسلمين وقبل أن نبدأ في أهمية هذا العمل يجب علينا أن نستشعر أهمية هذا السن لأن هذا السن يعتبر مستقبل هذه الأمة فالأمة التي تعد طفولتها ليس لها مستقبل ولقد اهتم بتعليم الطفل الكرآن الكريم حتى استطاع بأن يصل الطفل إلى معرفة رقم الآيات وأرقام السوى الكرآنية بسهولة كما استهدف أيضا العلوم الأخرى كالحساب حتى استطاع الطفل وهو في مرحلة الحضانة أن يصل إلى معرفة الأرقام حتى الرقم ألف كما لم ينسى رحمة الله عليه الأطفال من المكفوفين وزوي الإحتياجات الخاصة حيث خصص لهم برنامجا تعليميا يبدأ من سن الثالثة ضامنا وصول الأهداف وتحقيقها عند الطفل وتمامها حتى وصوله سن الثامنة ولقد انتشر منهجه وترق تدريسه في جميع محافظات مصر وأثبتت الأبحاث نجاحها بفضل الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها فوالله إني لأغبط الشيخ طارق في الله كلما تذكرت كم الأطفال الذين تعلموا على يده التجويد وحفظ كتاب الله كلما أغبطته في الله اللهم اجزه عن أطفال أمة محمد بجنات الفردوسي وصحبة النبي محمد في أعلى عليين آمين